لقي ما لا يقل عن 48 شخصا مصرعهم جلهم من التلاميذ وأصيب 79 أخرون في عملية انتحارية استهدفت مدرسة ببلدة بوتسكون شمال شرق نيجيريا ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الحادث الذي وقع بولاية يوب القريبة من معقل حركة بوكو حرام المتطرفة ووقع الانفجار قبل بدء الحصص الدراسية في مدرسة للسبيان حينما كان المدير يستعد لتوجيه كلمة إلى التلاميذ شكرا